فكرة المشروع هو بلش من منقدر نقول 12 سنة كان على إشي أصغر بلشت بإشي كتير سيمبل اللي هو كنت أعمل إشياء لإلها علاقة بديزاينز لإفنت معينة اللي هي أو عياد معينة متل رمضان متل كريسمس متل كزا وبعدين اتطورت بالصدفة إنه كتير فينا صارت تحب إنه شعن بعمل إنه كان يو بتقدر يتعملي لنا مثلا إشياء بدنا هيك بدنا هيك بدنا هيك وكتير بهمني أنا بحب إشي اسمه التراثنا بجنن غني جدا وحلو إنه نعرفه للعالم المختلف إنه يمكن بديش هقول بفوت يعني بفوت حالي فيه زي بدك أنا فيه تراثنا كتير غني زي ما قلت الألوان الدرزة كل شي بيعني إشي بس يمكن لازم لبرة ولقلنا يعني إذا يمكن لبرة بتموا يحبوا أكتر الإشياء الملاني يعني التطريز الأحمر الأسود تطريز أحمر أسود إحنا هم نحب نلبسو نحطو في بيوتنا بس بدنا يا بشكل شوي يمشي معنا اليوم إحنا يعني مشينا شوي لقدام يمكن مشينا كتير محلات خاطئة بس المحلات الصح مش عمالنا نتمسك فيها كل إطعاب تروح صدقيني لو بتيجي حدا بشوفها إنه واو بكون براسي إنه بلاش تخدها بتملأ إلي إنتي عارفة كتير بحبهم لأنه كل إطعاب فيها حس معين فيها الألوان إذا شايفة يمكن ماخد غوامة أكتر لأنه إحنا فصل الشتاء بس مثلا هاي الإطعاب بالنسبة لإلي يعني بتخطر بالي بتم أنا دايما راسي دايما شغال وخاصة لما بتحطيني في محل أمايش أفكر بس بأمايش إذا بعيش في محل أمايش بكون كتير مبسوطة وبتطلع من تبلش من إشي صغير وبتطور وبتطور عندك من برا من دبي من باريس من هون أوقات بلاقي كتير شغلات اللي هي كمان بحب أنا يكون دايما أشري من هون لأنه كمان بالنتيجة حرام أنت بنجين برا بس للأسف عنا هون ما عم مش عم بشفو غليلي يعني أنه بسترخصوا بجيبوا الإشياء رخيصة أنا بالنسبة لإلي بتطلعش قديش حق الإشي قدمهو لكواليتي تبع الإشي وفي البلد عنا للأسف ما بتلاقي هالإشي الواو بس أوقات إذا بتنبشي كتير بتلاقي عملت في ألمانيا كان في معرض وكان في كذا حدا من كذا عالم مصممين وأخذ نجاح وأخذ شي كتير فظيع ومش من زمان من أسبوع في باريس ترجمة نانسي قنقر